مواكهة قوية بين فريدة وسليم وحنعرف مصير فريدة الكل بيسأل وبيقول يا طرح هتروح فين وإلا هيحصل تعالوا نشوف إلا هيحصل في الحلقة رقم 26 من مسلسل حيرة فريدة بتروح لوحدة قريبة سليم بتبقى تعبانة وبتقوحه في حالة وحشة جدا وبتخدها الستة لما بتلاقيها مريضة وبتسألها عن سليم وبتقول لها أنا عايزة تكلم معها ضروري قالت سليم ما بيجيليش من زمان ما انت عارفة قالت أنا كمان عايزة في حاجة خطيرة لازم يكون معايا فيها لازم يزبط براتي قدام الناس بينما منتشوف بعد كده إن سمر شوية عندها ضمير بتقول لسهيل أنا حسنة إحنا بقنا نحوش أنا حسنة إحنا ظنرنا فريدة وهي ملها الزم لكن أنا عايزة أنتقم لعدنان وكان لازم أبعتها عن طريق وهي اللي موجودة في سكتي سهيل بيقول لها ما تبقش كده إحنا لازم ناخد حقنا وننتقم من عدنان بفريدة بقى أو من غير فريدة أهم حاجة نعمل اللي إحنا عايزينه بيتصل بسليم وبيقوله أنا عايزة قبلك قاله أنت لسه موجود جوا البلد قلت لك سافر قاله أنا عايزة أتكلم معك ضروري قاله خلاص أنا جاي لك بنشوف بعد كده بيروح لسهيل وبيقوله عايز إيه فبيطلب منه فلوس بيقوله ما فيش فلوس الفلوس أنت أخذتها كفاية وبيسيبه وبيمشي بينما بتتصل الست قريبة سليم بي سليم وبتقوله تعالى علشان أنا محتاجة أكدروني وطبعا فريدة كانت موجودة هناك وقالت لا ما تقوليش إن أنا هنا مديحة بتقول لسعاد بلاش خالص سيرت موضوع فريدة في البيت كفاية الفضيحة اللي هتحصل احنا مش عارفين نقول إيه للناس اللي كانوا خلاص فاكرين إن ننفرح نهارضة متجبيه سيرتها ولو جاتلك اوعد دخليها البيت وعدنان كمان كان رأيه كده بيقول البنت دي لو جات ما تدخلش البيت أبدا وصمر بتروحه وبتقوله إن هي عارفة كل حاجة وإن هي عايزة تقابل جمال علشان يعني تقف جنبه سليم بيروح لقربته وبيتفاجئ بوجود فريدة اللي بتصر تتكلم معه وبتقوله ليه عملت فيها كده سمر بتروح لجمال وتقف جنبه وبتقوله إن هي معاه وإن الموضوع طبعا مستهلة عليه لكن هو كان منهار وبيقولها إن الموضوع دمره وإنه خلاص كان حيتجوزها وإنه كان بيحبها وحياته كلها تدمرت بتحاول تهديه وتقف جنبه بينما سليم بيحاول يمشي وبيقول لفريدة اوعي وبيزقها لكن بتقول له حرام عليك عملت فيها ليه كده أنا دلوقتي في الشارع ضيعتني بحدش راضي يبص في وشي بحدش راضي يصدقني ليه عملت فيها كده قال لها علشان الفلوس أنا اندفع الفلوس قالت له من اللي دفع لك يعني عدنان اللي دفع لك قال لها مش حعرف أقول لك حاجة مش حينفع أقول لك حاجة قالت له طيب اساعدني تعال أقول الحقيقة والله أنا فعلا انتردت من البيت وفي الشارع دلوقتي ومحدش مصدقني وطبعا بيقول لها مش حينفع أنا واخد فلوس قالت له طيب أنا حديك فلوس أكتر لو رحت قلت قدام كل الناس اللي حصل والحقيقة أنا حديك فلوس قال لها فعلا خلاص طالما كده أجي معاك عدنان بيتكلم في التليفون على موضوع إلغاء الزفاف وطبعا عمان ببرا للناس أني ما فيش فرح ولا حاجة وصمر كانت موجودة معاهم وعملا هي يعني من العيلة ووقفة جنبهم فريدة بتروح وبتتكلم مع سعاد وبتبقى عايزة تدخل تتكلم مع عدن وعيدته بتقول لها سعاد امشي من هنا هم مش عايزين يشوفوكي لكنها بتصر وبتدخل غصبا عنها وبتلوهم الحقوني أنا اتعرضت فعلا لخداع سليم اعترفت أنه أخد فلوسه مرضاش يقول لي أخد فلوسه من مين بالزبط أنا تظلمت والله العظيم أنا ما عملتش أي حاجة من اللي حصلت دي صدقوني وسامحوني أنا هقول لكم كل حاجة سليم زمان وجاي وحيعترف لكم لكن بياخدوها من ايديها وبيرموها برا وبتفضل تعايت وتبكي بتشوف بعد كده بتروح فريدة وبتتكلم مع جمال وبتقوله صدقني أنا ما حبيتش حد غيرك لكن طبعا مش بيصدقها وبيدخل البيت وبيقفل عليها بتصر تتكلم فجمال لما بيلاقيها مصرة بيقول لهم خلاص نسمعها بتدخل فعلا وسليم بييجي والمفروض يحكي كل حاجة سمر كانت هالآنا وخايفة بتتصل بسهيل مش بيرد عليها بتبعث لرسالة بتقوله إلحق بسرعة فيه هنا سليم وممكن يتكلم وقول كل حاجة سليم بيروح طبعا ما حدش طيقه أبدا وبيتخانقوا معاه والمفروض أنه هو يتكلم وفريدة بتصر أنه هو يتكلم وقول كل حاجة سهيل بقى بيوصل في الوقت المناسب وبيعمل يعني أنه هو بيضرب سليم علشان خاطر آخر مرة خلى الناس اللي معاه يضربوه وهرب منه ففضل يضربو قال يعني وأخده في مكان بعيد وقال له حديك الفلوس اللي أنت عايزها بس تقول أن اللي حصل ده حصل فعلا وطبعا سهيل دهما بيقول كده سليم بيغير زمته وبيقول قدام كل الناس الكلام اللي حصل صح وأنا على علاقة فريدة من زمان وكنا متفقين نسرق الفلوس ونهرب إحنا الاتنين وطبعا كانت صدمة قوية الفريدة هقل لي فيضل التعاية وتقول له حرام عليك ليه عملت فيها كده قول للحق ليه كده حرام عليك هي دي الفلوس اللي أنت عايزها عايز فلوس وخلاص يعني ترميني في الشارع وفي الآخر برضه جاي علشان تجذب تاني ويرموها برا وجمال بيبقى منهار وتدخل صمر اليعني علشان خاطر تهديه وبتنترد فريدة تاني وما حدش بيصدقها وصهل بيغير كلامه وده اللي حيحصل لفريدة في الحلقة رقم 26 من مسلسل حيرة يارب الفيديو يكون عجبكو وأستناكو في فيديوهات كتير وتسريبات لحلقات المسلسل أشوفكو على خير حابكم كل شي هوية باي باي